الحمد لله رب العالمين والسلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أما التفسيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسن والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها فقثبت في الصيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحساها دخل الجنة أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة والجنة لا يرخلها إلا المؤمنون فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته ومعرفة الأسماء الحسنى ومعرفة الأسماء المترجم للإيمان والإيمان يرجع إليه فالإيمان يحسل ويقوى بأمور كثيرة لحصول الإيمان ينسى وقم أمور كثيرة أما إلى من أخبره فأمور إليه ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر